السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو بريت نشوف مع الناس ديال تكوين المياني اللي تفعل تكوين المياني العبارات اللي اعدي يلقاو في سيت ديال انسكريبسيون يعني مبان مدرتي لبخيز انسكريبسيون طلعت لك اللي التوصي ديالك اكسبتي ده بره بتوك يظهروا النتائج في سيت ديال انسكريبسيون اليوم هذا الفيديو فهو موجه الناس ديال روكس بيبتال لدفعوا هذا العام هذا ان شاء الله وما تنسوش الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وكذلك اتفعي زل الجرس للتوصل بكل جديد هدي اسمي ديالاشين ديالي هدي سبيسياليستي في جيني سيفيل الوغ اه نبدأ باول حاجة يعني نتائج اللي يبانو عندنا اللي بدوت يبانو اه حاليا هما ديالوا المستوى ديال التقني ومن اسمه المستوى التقني المتخصص يعني مازال ما بنوش ولكن قريب يبانو يعني اه بري فيو انهم يبدو يبانو ابرتهم لسهم بخشين ان شاء الله الوغ اه كينا لنا اول عبارة الليه ادمي اه عبارة ادمي كتعني انك مقبول وعليك التوجه للمؤسسة داخل اجل الوغ اربعين ساعر لتأكيد التسجيل واداء مصاريف التسجيل يعني مادام الى ادخلت الى اه البلاتفورم ديال التسجيل ديالوا في بي بي تي اه اه غتلقى الارقتي ادمي سوف يجع انك تقبلتي ديفينيتيفون تيخصك غير تمشي تكمل تسجيل ديالك يعني تخلص لي فخي ديال انسكيبسيون وكذلك تعتهم لي باقي خاص لي اللي كي طلبو كين كذلك اللي كي يقع واحد العبارة اللي هي عبارة ميز اون لست دونت كتعني هذه العبارة تعني انك في لائحة الانتظار قد يتم مقبولك اذا كنت من الاوائل في اللائحة وسيتم مداوة المقبولين من لائحة الانتظار اذا توفرت المقاعد يعني فاش كيتلقى ميز اون لست دونت يعني كي كيكون عندك حضوب انه معي طيلك اه في حالة ما دوك الناس اللي عدمي كين فهمشي اللي عادي يتقبلو في مدارس اخرين اللي عادي يتقبلو في تخصوصات اخرين ما عادي شي يتسجلو يعني عادي يعيطو اليك ان شاء الله وكين كذلك عبارة عبارة تعني انك في لائحة الانتظار الاخيرة وحدود المدرجح قليلة في القبول وتبقى لو الامكانية في تغيير شعبه الى شعبه اخرى اذا بقيت هناك مقاعد متوفرة هلو غادي بنسبة لاليستطنت لقيتها دا يبركة انك انتهى يعني تقبلتو ولكن اذا انت كين في لاليستطنت الخرانية يعني تايلا ما دوك الناس اللي عدمي كين فيهم ناس اللي عمشوا مدارس اخرين كين ناس اللي عادي شي يكملو غادي يعيطو الي الناس يعني تكون صعب انهم يسعليوا هذيك لاليستطنت ويسعليوا هذيك وكيفي بعض الاحيان يعني كي يقدروا انهم يوصلوا هذيك لاليست اه دو رجولاسيون ويقدروا اعيطو الي الناس زيلا سينو راتي كون انت باقي واحد الامل انك تغيير شعبه يعني متل ما تقبلتش في هذيك شعبه غادي تعود تسولي الى كنت شعبه اخرى فيها خاصة وفيها مقاعد شغيرة غادي تتفعلها ويكون خير ان شاء الله وكنت من التوفيق للجميع وما تنسوش جامل الفيديو ابوني لاشين وشكرا على المشاهدة الى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة